طبيعي ان النهاردة نبقى زعلانين الطبيعي ان النهاردة نبقى متأثرين الطبيعي ان احنا النهاردة نبقى متدايقين بس الطبيعي اكتر ان احنا النهاردة نفخر بالمنتخب المغربي الطبيعي اكتر ان احنا نفرح للمنتخب المغربي الطبيعي اكتر ان احنا نتشرف بالمنتخب المغربي الحقيقة اكتر ان احنا فخورين بالمنتخب المغربي آه كان نفسنا الخطوة الأخيرة كمان ما هم اللي رفعوا طموحاتنا وهم اللي رفعوا توقعاتنا هم اللي عرفونا وخلونا نتأكد أنه مفيش مستحيل هم اللي خلونا نوصل لآخر مرحلة ونقول لي لأ المغرب ما تكسبش فرنسا بطلة العالم أحسن منتخب في العالم أقوى منتخب في العالم اليوم يا أولاد المنتخب المغربي كان مستحوز على الكورة أكتر من المنتخب الفرنسي النهاردة المغرب بتوصل لمرمى المنتخب الفرنسي أكتر من مرة وبتضيع فرص قدام مين؟ قدام مبابي وهرناندس وجريزمن وجيروه ودمبلي وأسماء كل واحد فيهم يشيل منتخب لوحده لما المغرب تخسر النهاردة من فرنسا هو عادي بس النهاردة هي الخسارة اللي بيتقال عليها حقيقي حقيقي خسارة مشرفة في منتخبات لما تخسر من فرنسا يقول لك إيه إحنا خسرنا بس بشرف عشان بهدف أو هدفين لكن النهاردة المغرب لعبة مباراة محترمة ما تقدرش النهاردة تلوم على المغرب ما تقدرش تلوم على المنتخب المغرب وتقول له أنت عملت مباراة مش كويسة منتخب المغرب اللي وصل لنصف نهاء كأس العالم في إنجاز فريد تاريخي للعرب والكارة الأفريقية ما تقدرش تلومه هي قدرات وفرقات فردية ما بين مثلا كانيان بابيه وأي لعب في العالم وأي مدافع في العالم مش مدافع للمنتخب المغرب نقول أنهم قدراتهم مش كبيرة لا ده كانيان بابيه واحد من أعظم اللي لم يكن أعظم لعب العالم في الوقت الحالي إيه المنتخب ده؟ إيه المنتخب اللي عنده الإرادة دي كلها منتخب منهك بدنيا منتخب عنده إصابات بالجملة منتخب مش متوقع إطلاقه أنه يوصل للمرحلة دي ووصل لها والآخر لحظة كفاح رائع إيه الجمال ده؟ أنا النهاردة سقفت تلقائيا تلقائيا وهو جمهور المغرب بيشجع فرقته بعد الهدف التاني بعد هدف قتل المباراة خلاص ما فيش أمل في العودة الجمهور المغربي بكل احترام وتقدير لهذا الجيل الرائع للمنتخب المغربي وجهازه الفني بقيادة المدرب الرائع جدا وليد الرجراجي وده بقى بصراحة اللي يتقال عليه مدرب المدرب اللي ما بيخافش المدرب الواصق المدرب اللي ما بيجي لعب منافس كبير يقول أنا كمان كبير زيه النهاردة المنتخب المغربي في نصف نهاية كأس العالم بيلعم مباراة نصف نهاية كأس العالم ومن خرج البرازيل وهولندا وأسبانيا والبرتغال وألمانيا وإنجلترا كل دول خارج المنديال والمغرب اليوم بتلعب نصف نهاية كأس العالم وتلعب السبت القادم على برونزية كأس العالم تلعب نهاية كأس العالم